اشتركوا في القناة 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 أو بخاف أعمل حاجة بخاف أدخل في علاقة بخاف أبدأ شغل بخاف أكرر محاولة عملتها قبل كده وما نجحتش وهكذا أو بخاف غير حياتي كمان أو بخاف من التغيير برضو الخوف على حاجة بخاف على نفسي بخاف على صحتي بخاف على أهلي بخاف على ولادي على شغلي على فلوسي على البلد على الأمان على كل فأنا بخاف من حاجة بخاف على حاجة طبيعي طبيعي اللي مش طبيعي هو إن الخوف يبقى يتعظم أو يزدد اللي هو بنسميه يعني حاجة تبقى كتير قوي بقى ان انا خلاص الخوف واصل معي لدرجة احساس كامل بالإنسيكوريتي او عدم الامان انا خلاص الدنيا دي ما يتعاش فيها الناس ما تتصحبش او اصحب كل الناس ودي بالزيادة عشان بيبقاش لوحدي وهكذا عدوى او عدوى لو شفنا حتى في البيت لو ماما من النوع المتوتر اللي بيخاف كتير الولاد بيطلعها طول وقت مش مستقرين او قلقنين طول وقت الاب غالبا بيبقى نفس الحاجة فبتحسي انها كلنا كده لو انا في شلة مع صحابي البلد ما فياش امين خلاص كل الناس خلاص شربت المبدأ ده وكله بيتكلم بهذا المنطلق ومن هنا بيبقى لا يعني لازم يكون انا ليا واقفة كده مع نفسي انه اه الخوف طبيعي بس منفعش يضيعني عشان خاطر ما روحش في حتة انا مش عارف ارجع منها دايه ازاي عمل كده وانا داخل سنة جديدة عمل اقول يا طارة هتطلع ايه يا طارة مستخبية ايه يا طارة الايام شايلالنا ايه احنا كمان شعب عاطفي اول يعني بناميل الى النكد يعني حب الحزن كده والشجن والنكد والحاجة زي عنينا بزرط في حين انه في وقت من الاوقات لو جينا بوسطينا هنلاقي ان احنا بنفتقد حاجة مهمة جدا 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 اسمها الامتنان يعني يعني اي حد بيبقى متمرد على عيشته بتديره اكسرسيز كده اسمه كارتاتيود اكسرسيز او تمرين الامتنان اشكر ربنا او اشكر شخص على حاجة عملها لك حلوة كل يوم يعني مثلا مامتي عملتلي اكل حلو اشكرك يا اماما لانك عملتلي اكل حلو جوزي جاب لي حاجة في البيت اشكرك على انك جبت عبت و جبتلي ده ربنا سترها والسنة اصلا عدت يعني او بتخلص يبقى اشكرك يا رب ان السنة بتخلص وان انت اديتنا فرصة تانية نعمل فيها حاجات احلى لكن بقى هنقعد نقول اصلا حصل وحصل وحصل احنا غالبا كمان ياب ننسى ياب نتناسى ان احنا نحكي في الحاجات الحلو السؤال اللي كان في الفيديو اللي فات الناس كانت متحمسة قوي هي بتتكلم عن الحاجات اللي دايقتها وهي بتتكلم عن حاجات اللي بسطتها او بتتقلب بتحفظ او بتتقلب بس كذا يعني بس مش كذا دايما فيه بس دايما فيه انه هو انا مثلا جبت عربية بس اتخبطت رحت سفرت بس ما تبسطتش دايما فيه حتة كده نقصة وده طبيعتنا يعني حتة الحسد اللي قلتها في الاول هي جزء من الموضوع بسبب ثقافة المجتمع ان احنا لو دحكنا كتير لا خير الله ما اجعله خير لا بلاش نضحك لو مثلا انا فيه حاجة حصلت اقول احب قوي احكي الحاجة السلبية بس لو حاجة بقت ايجابية يعني كان فيه مقولة كده مشهورة لو جيت قلتلي ان انت خلاص يعني تعبت تاني طب ما انت ما قلتليش ان انت خفيت اصلا فدي حاجة ده ما مضمونها يعني فدي حاجة من الحاجات اللي بتخلينا طول الوقت نشتكي واحنا بحب الشكه قوي اللي هو بقى انا مش قادر انا مش عارف انا مش هعرف انا مش هكمل ودي بيسموها اللغة السلبية في حاجة بقى كنا بنقولها في الاول قبل ما نسمع القديو انه ننسى الحاجات السلبية وندخل سنة جديدة طب ما هو انا ازاي اعمل كده ما هو انا مثلا لو عندي حد عيان في البيت ما انا هدخل كمان يومين سنة جديدة هيفضل هو عيان لو انا مفتقدة شخص هتفضل هي هي يعني لو انا مديونة كمان كم يوم هفضل مديونة برضو يعني اجيب التقديم منين اصلا اذا كانت مشاكلة هي هي اللي هنم بيها هتحصح بيها مش هنساها انا هتعلم كيفية التعامل معها يعني ايه يعني انا مثلا عندي ناس تعبانين خلاص طب الناس اللي تعبانت دي هل انا اللي تعبتهم لا ربنا سامح بالتجربة دي انا دوري ايه دوري ان انا اصل لهم ودوري ان انا اهتم بيهم ودوري ان انا اقلق عشانهم وابدأ ارتب لهم يعني ايه الاجراءات مثلا هم حد كبار لكن هاعد بقى مرعوبة وخايفة وبنعي للموضوع مش هطلع من الدايرة ما تديونه مش معي فلوس خلاص يعني انا خلاص عندي دين والدين دي عليا وتمامي اللي بيحصل ايه عادة ان احنا بنوضع دول انا ما ديون انا ما ديون بس ما بحاولش حوش او ما بحاولش اصد جزء بسيط من الدين هو ده غالبا اللي بيحصل فهنواجه دي اول حاجة اني اواجه المشكلة اللي انا فيها والحاجة التانية ابدأ افكر بهدوء على قد ما اقدر ازاي اتعامل معاها والحاجة التالتة ان انا ما عودش انطق كتير الكلام السلبي لان هو العقل اللواعي عندنا خلاص الكلمة اللي بقولها بتتخزن الكلمة اللي بقولها بتتخزن كده وتميحبش كلمة الفشل لانه هو فيه معلومة كده السوب كونشوس او العقل اللواعي لا يستطيع التعاون مع الكلام السلبي فاقول مثلا انا مش هنجح فهو هيشيل كلمة مش وهيبقى هتبقى هنجح هي دي البروسيس بتاعته او العملية بتاعته فعشان كده لأ احنا محتاجين دلوقتي اني بقالينا وقفة في اخر السنة ان انا محتاجة اكون شايف الحياة بمنظور مختلف عايز اطلع من مود الاكتئاب والنكد والشكوى والمرارة لمود ان انا ابدأ ابوصل للحاجات الحلوة اللي عندي يعني اللي بيقول انا اولادي تعبيني اشكر ربنا اساسا ان عندك ولاد فيه ناس تانية نفسيب عندها ولاد ومش قادر اللي بيقول انا المرض تعبني اشكر ربنا انا قريب كتبت مقال كده ان اشكر ربنا على نعمة المرض لان المرض هو علامة بتأكد لنا ان احنا ضعفاء وان احنا يعني القوة اللي احنا فيها دي كلها ممكن تتهدب دور برد فعشان كده لازم بيبقى فرصة ربنا بتدهنك علامة كده خلي بالك انت محتاج ترجع او محتاج تخلي بالك من تصرفاتك الصحة نعمة مش ناس كتير بده اشكر عليها بنبدأ نشكر عليها اول مناعي في حين انه لا لازم اشكر عليها عناية اشكر عليها منخيدي اشكر عليها وداني اشكر عليها طريقة كلامي اشكر عليها طريق التعليمي اشكر عليها اهلي اللي انا طول الوقت شايف ان هم مثلا مربونيش بشكل كويس او كده اشكر ربنا عليهم ان هم عملوا اقصى ما عندهم عشان يوصلوني اللي انا فيه لو الناس اللي حوالي بتقولهولي المشكلة مع الوقت ان انا بصدقوا وعيشوا الفكرة فين قول الكلام السلبي بس ما تغرقش فيه يعني فيه فرق بين انه واحد بيفطفط وبين انه واحد اعتاد الشكوى كأسلوب حياة انه طول الوقت بيشتكي تعالى نطلعها في الجلسات المنشورة والحاجات دي نطلع الحاجات الحلوة مع الناس المراهقين مثلا بيجوا يشتكوا جدا من اهليهم ان الاهلي بتزعق وبتضغط عن مذاكرة والاهلي بتشتكين الولاد مش مركزين وبيذكروش ومش مهتمين وبيعملوهم بطريقة مش لائقة طب تعالى نقرب وجهات النظر انت شايف وده اللي بعمله مع الولاد طب بابا وماما بيكرهوك لا بيحبوك اه انا متأكد ان هما بيحبوني ده مش كتير بيقولوا كده غالبا بيقولك لأ هما وعلى طول بيزعقواي فاكيدهم مش بيحبوني لأ هما موجودين وبيعملوا واحد اتنين وتريتا واربعة وعمرك قلت الماما شكرا فيقولك يعني غالبا تقولها شكرا ليه طب انت بتحب اكلها اه قوي طب ما بتعمل لك اكل حلو بتقولها شكرا لا والموضوع ده كتير يعني الولاد فهم ولادنا واحنا يعني احنا منو احنا صغارين والولادنا هما صغارين ما بنتعودش ان احنا نشوف الحاجة الحلوة بنتعود ان احنا ندخل اه الاوضة دي مش مترتبة طب ما هو في حاجة مثلا ممكن يكون فيه هداية كبيرة فوسط الاوضة انا مش شايف الهداية انا شايف الاوضة مش مترتبة السنة جديدة دي هداية وزنة جميلة ربنا مدهالنا عشان نحسن بيها حياتنا اهلينا اللي ما بنحسش بقيمتهم غير لما يتعبوا قبل ما يتعبوا اشكرهم وحسسهم بقيمتهم الفرص الشغل الناس بتشتكي من الشغل تيجي لو الشغل ده قالوا له احنا مش عايزينك بكرة بينهار طب ما انده كنت بتشتكي من الشغل لا اصلا هو يعني انا اشتكي بس هما ما يمشونيش بتشتكي من مراتك طب ما تشكر ربنا على نعمة الجواز فيه ناس لغاية دلوقتي مش قادرين حتى يوضوا فرصتهم من هما يختاروا حد مناسب يتجاوزوه انت شايف ان نجوزك تعبك طب ما شكري ربنا عليه اشكر ربنا عليه ليه هي دي بقى ليه بقى اللي بنوع نتكلم فيه فلغاية وقت معين الامتنان ارجع اقول تاني علاج الخوف هو الامتنان علاج التمرد هو الامتنان علاج الشكوى هو الامتنان الامتنان ان انا اقول طول الوقت انا مستهلش النعم الفضيع اللي انا خدتها السنة اللي فاتت دي وابدأ ارتبهم قدامي في ورق حتى بنطلب نقر كراسس والنانا ونكتب فيها انا مثلا بشكر ربنا النهاردة ان انا لقيت راكنا واشكر ربنا النهاردة ان انا فيه حد جاب ليش القهوة لمكتبي ما دي حاجات ممكن ما تحصلش ولما ما بتحصلش بنتعاكنن فليه لما بتحصل ما بنشكرش عليها حاجات بسيطة جدا في حياتنا فيه ناس بتحس ان انا عشان يعني نوع من انواع المعافرة ان انا افضل اطحن نفسي طول الوقت اشتغل طول الوقت بسابق الزمن فانا ما عنديش وقت لا افكر في سنة جديدة ولا سنة فاتت انا انا بعافر مع الحياة هي دايما بتتقل كده انا بعافر مع الحياة هل المعافرة مع الحياة ان انا افضل اطحن في نفسي طول الوقت واستهلك كل طقتي فان انا انجح المشكلة ان انا ببعالحاش اقف مع نفسي الوقفة دي ها دي الفكرة عارفين بنعمل ايه؟ زي ما يجيب جهاز جديد والجهاز ده المانيو الاهو يعني اللي هو الكتايب اللي بيبقى جايب كتالوج بيقول لي هتستعمليها كذا هتتحط في الفيشة بشكل معين الفولت مش عارفة كم كذا كذا فانا بعمل ايه؟ انا دي اول حاجة بتتشال من العلبة وتترمي واركز ان انا هتصرف معها بمزاجي فخلينا النهاردة احنا معنا كتالوج اسمه كتالوج النفسي كتالوج بتاعك لازم واقف لازم واقف مع نفسي واقف لسبب بسيط انا بقالي كم سنة بعافر واحد عنده تلاتين سنة اربعين سنة خمسين سنة بقالك خمسين سنة بتعافر وصلت الحاجة فهتلاقي ان هو حتى معندوش وقت يجاوب على السؤال الفكرة كلها هي ايه؟ هي ان ما تتوقعش انك توصل للنتيجة مختلفة لو انت برضو بتحاول بنفس الطريقة احنا روتين الحياة قتلنا قتلنا بس في نظرية كده اسمها منيمايزيشن نظرية كده في شخصين عملوها عبارة عن ايه؟ بتقولك ازاي نقنن ونقل كل الحاجات اللي بنستخدمها الاثنين دول كانوا يعني وصلوا كده بتجربة بماء بس هي طويلة مش عايزة اخذ فيها وقت بس بتجربة بماء انه هم اخدوا كل الحاجات اللي في البيت وحطوها في كاراتين كده ولقى انه خلال مثلا 6 شهور او سنة مستخدمش من الحاجات دي كلها كل حاجات البيت يعني غير 15% فاكتشف انه هو عنده حوالي 85% من الحاجات اللي هو تاعب عشان يقتنيها ما بيستعملهاش وده بيبقى المثل البلدي بتاعنا النيش اللي في البيت يعني كلنا بنعاني جدا لسه قريب عشان قاطر نجيب النيش النيش زي ما غالبا ما بنستعملوش احنا يعني فالفكرة كلها برضو ساعات كتير ولادنا يقول انا بقى تعب عشان اجيب لهم احسن حاجة هم مش عايزين احسن حاجة هم بالنسبة له ممكن حاجة تبقى دي كده تبقى احسن حاجة انا اللي بجيب لهم كتير واكشف لهم عن الدنيا اوديهم مدارس معينة تخليهم جيهم تطلعات معينة وارجع اطحى النفسي عشان قاطر اوديهم المدارس دي واجيب لهم الحاجات دي وارجع اقول اصلا انا بجيب لهم احسن حاجة فحين انه هم يوصلوا لمرحلة انا احسن حاجة بالنسبة لي انك تقعد معاين فدي احسن حاجة في 30 ثانية تقداري تقولي ايه في نهاية سنة وبداية سنة جديدة اقول ان احنا محتاجين نشكر بعض ونشكر ربنا كتير على كل حاجة حلوة احنا فيها اقول ان احنا محتاجين نعد النعم لانه لازم فعلا نكتب ان اعمل حلوة اللي في حياتنا واقول ان احنا نعمل الاختبار الامتنان ده واقول ان مفيش حاجة اسمها سنة مش حلوة لا اي سنة في الدنيا هي فورصة جديدة ان احنا نعيش فيها حياة حلوة بس احنا نبدأ نفكر في الموضوع بشكل ايجابي فخلينا ايجابيين كواس عن طيب شكرا